أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة أنه تم قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على دررة الماجستير والدكتوراه للعمل كدباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 24 صدق وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على دررة الماجستير والدكتوراه للعمل كدباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 24 هذا وسيتم فتح باب سحب الملفات بإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بقبر القبة اعتبارا من يوم السبت الموافق السابع عشر من شهر فبراير عام 2024 ولمدة شهر